غابت السلطة وحضرت المبادرات المجتمعية التنموية مبادرات شعبية تطوعية في مناطق التماس حيث تدور مواجهات بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وهو أمر يؤكد مدى التماسك الاجتماعي الذي تتمتع به قرى مناطق مريس فهذا التكاتف يجسد رغبة السكان هنا في الحفاظ على المصلحة العامة وفي مقدمتها الطريق كحق عام للجميع لا نلقى أي تعاوم للدولة ولا نلقى أي مبادرة ولا نلقى أي تحاجة وابع كلها على حساب الأهالي والمقتربين بسواعدهم ونفقتهم الخاصة يبدل هؤلاء المواطنون جهودا مضاعفة للتخلص من معاناة السفر والتنقل بين القرى حيث يعمل أهالي قرى منطقة مريس بمحافظة الظالع للحفاظ على هذه المبادرات المجتمعية التنموية لإصلاح الخطوط الرئيسية والفرعية هذا الطريق هو هام واستراتيجي وعليه يعني تقع طرق يعني قرى كثيرة وعشرات الآلاف يعني من الناس الذين يعني يمشون في هذا الخط يعني غياب الدولة يجعل المواطن يتفكر بنفسه ويعمل لنفسه فهكذا نشكر الأخوة القائمين بالأعمال والمشرفين على هذا العمل هنا في طريق الملسية شمال مريس وطريق خيران عطة وطريق عزلة عساف التي تربط منطقة مريس بمديرية الشعيب يهدف القائمون إلى استكمال العمل عليها بمختلف القرى في حال استمرار الدعم من الأهالي والمغتربين الذين يعتمد عليهم في استكمال أعمال كهذه تهدف لخدمة المجتمع شكلت هذه المبادرات بالنسبة للمواطنين بادرة أمل في واقع معقد خلفته الحرب على مناطقهم خصوصا في ظل غياب دور السلطة المحلية بالتخثيف من معاناة المواطنين وبعدها عن تلمس احتياجاتهم محمد مريسي قناة بلقيس محافظة الظالع ترجمة نانسي قنقر